وصابت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 152 فلسطينيا بعد اشتباكات في القدس يوم الجمع حيث درعت عمار العنف في المسجد الأقصى قالت دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدير الموقع إن الشرطة الإسرائيلية دخلت المنطقة بعد وقت قسير من صلاة الفجر وصرحت إسرائيل إن قوتها توجهت إلى المسجد لزارة الحجارة والصخور المجتمع المتجمعة تحسبا لعمار العنف وأن الفلسطينيين الذين لقوا الحجارة على الشرطة كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن عشرات الملثمين الذين كانوا يرفعون العلم الفلسطيني وعلم حماس ساروا إلى مجمع المسجد وبعد مروي أسبعين من شهر رمضان تجمع ألاف المصلين في المسجد عندما اندرعت الاشتباكات